فلما جاء يسوع المكان نظر إلى فوق فرأاه طلع على فوق يكشافه وقال له يا زكا اسرع وانزل أنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك شوف شون في شيء غريب يسوع ما شفوش ولا مرة من قبل ما بيع يعني كيف أعرف اسمه بقول له انزل اسرع ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك في ناس لو منطلع عليها زي قصة زي بالفوتبل في ناس بحبوا يتفرجوا على اللعبة من البعيد بس يسوع هنا بقول له لا بدي أنا آجي تعال بسرعة انزل أنا بدي آجي على بيتك يسوع ما بديه بس مجرد انه احنا نتفرج عليه لكن بديه يتفاعل معنا أكتر من انه مجرد بس يتطلع عليه يعني لما منيجي احنا هون على الاجتماعات هاي اسمه فرجي لما أنا باجي هون بس مع الواعز برنم ترنيم هاي أنا من بعيد لكن هل انتي بتسمح ليسوع يدخل على بيتك بقول لك انه أنا بدي اسكن معاك أكون معاك بدي أبيت عندك يسوع ما بديه مجرد زي نقول يعني فرج مبعيد بديه يتفاعل معاك شوفتوا مرة هيك اواعي بقع عليها ملبين لما بتحط هاي المادة اللي اسمها ملبين او مبيض بليتش بالانجليزي بتحطها على الاواعي او على اي شيء بتفاعل معا ما بيبقاش زي ما هو لو اخدت طبق انحاس وعليه بيكون وسخ وحجارة او او افنيت وبتيجي بتدير عليه مواد كيموية في تفاعل هون بتشوف هيك ببقبق ببقبق بغسله بطلع اشي تاني مش زي كيف كان قابل فسوع ما بديه مجرد انك انت تكون متفرج بديه يدخل لبيتك هل تسمح له في هاي الليل يدخل لبيتك هل تسمح له يدفاعل معاك ولا بدك مجرد تضلك واقف على الشجرة انزل واسرع ينبغي ان امكث في بيتك هيك بقول له يسوع ما مذكور لنا كل تفاصيل القصة كيف دخل على بيته قديش قاعد معاه ايش حكى معاه هو مذكور لنا باختصار لكن اللي منشوفه قبل ما دخل على بيته الناس هناك اتضمرت الناس دايما دايما رح تتضمر وتقول هذا انسان خاطي هذا نوركوماني يا عمي هذا مضمن كيف بدك تتعامل معاه لايش رايح لعنده هذا سكير هذا انسان بيسرق هذا انسان مش من ديني ما بقولوش هايك الموم باياماتنا الناس بيعملوا مستويات وكتالوج للناس بحطوهم بخانات هذا الانسان هيك هذا الانسان هيك هذا الانسان هيك وبيتضمروا ما بدين انه يتعامل معهن لكن يسوع اجل الانسان هذا زي ما شرح لكم يعني الانسان اكتر من هايك نتقول عنه عميء الخائن اكتر من هايك فش يعني بعد انسان مرفوض بين المجتمع لكن يسوع اجا ودخل على بيته واللي صار انه لما دخل على بيته وتحدث معاه يمكن هاي جملي صارت فورا ما بفكر صارت فورا لكن في مرحلة فيما بعد بقول بعدين وقف وهذا الانسان وقال وقف زكى وقال الرب ها انا يا رب اعطي نصف اموالي للمساكين وان كنت قد وشيت باحد ارد اربعة اضعاف على فكرة كلمة زكا هي كلمة عبري من كلمة زكاية يعني هذا الانسان تعفو الزكاية بالعبري معناته بريء او بار فيا بعض الاسم عن المسمى اسمه بار لكن تصرفاته يعني هذا الغنى تاعه وحصل عليه اكيد مش تعامل مع الشعب اللي كان مستعبدهن فكان مكروه من الناس وقالوا عنه هذا انسان خاطئ لكن منشوف هذا الانسان باللحظة اللي قاعد مع يسوع وسمح ليسوع يبيت في بيته في تحول هذا الانسان كان اول شيء يفكر في نفسه والاموال والغنى فجأة لاحظ في ناس حواليه اقول لك بعطي نصف اموالي للمساكين او للفقراء تعرف الاول ايش اصعب ايش يستغني عليه الحكيم انسان عنده مغ وزكي اصعب ايش انه يترك هذا الزكا اللي عنده وهذا الغني اصعب ايش عليه انه يترك الغنى اللي عنده لكن منشوف هنا في نقطة التحول قال له انا مستعد اعطي نصف اموالي لالفقراء للمساكين واكتر من هيك بقول له ان كنت قد وشيت باحد ارد اربعة اضعاف حتى نفهم هاي الاربع اضعاف شو هي هاي خلونا نفتح مع بعض الاويين اصاح ستة والعدد الاول لخمسي وكلم الرب موسى قائلا ان اخطأ احد وخلوه كان خيانا بالرب وجحت صاحبه وديعا وأمانا او مسلوبا او اغتصب من صاحبه او وجد لقطعة وجحتها وحلف كاذبا على شيء ما كان ما يفعل الانسان مخطئا به فاذا اخطأوا اذنب يرد المسلوب الذي سلبه المقتصب الذي اغتصبه الوديعة التي اودعت عنده او اللقطة التي وجدها او كل ما حلف عليه كذبا يعود برأسه ويزيد عليها خمسه حسنا على هذه الخطيئة اذا انسان سرع وشا اخذ ظلم كان يجب ان يرجع اخذ ويزيد عليها خمس معا لحد اليوم هذه الخطيئة بزيد عليها خمس